اشتركوا في القناة ولما نجحت في امتحان شهادة الابتدائية جاء أقاربي مهنئين وأشاروا على أمي أن تكتفي من تعليمي أن تكتفي من تعليمي بهذا القدر لما كنا فيه من العسري فألحوا عليها وكنت جالسا في هذه الجلسة وإني لأتذكر أن ابن عمتي سألها قائلا من أين تجيئين بالمال الكافي لتعليمه فقلت أو عفوا فقالت إن الله معي الآن السؤال الأول استخرج من الفقرة السابقة فعلا معتلا أجوف قلنا الفعل المعتل هو الفعل الذي يكون أحد حرف علة حرف العلة هي ألف والواو واليأ الألف والواو واليأ هنا نقول على السريع وإني لأتذكر أن ابن عمتي سألها قائلا من أين تجيئين بالمال الكافي لتعليمه فقالت إذن الفعل المعتل الأجوف هو قالت فقالت نعم هنا قاله هنا حرف العلة الألف أجوف في وسط الكلمة أيضا فعلا صحيحا مهموزا هنا فعل صحيح أي لا يوجد فيه حرف علة ويكون مهموز يوجد فيه حرف أحد حرفه همزة وهي الآن نقول لها وأني لأتذكر أن ابن عمتي سألها سأل انظر الحمزة أين وجد في وسط الكلمة وكذلك اسم استفهام من أين وأين هي اسم استفهام ومضافا إليه نقول هنا ولما نجحت في امتحان الشهادة هنا الشهادة مضاف إليه امتحان الشهادة الشهادة مضاف إليه وكذلك هنا أيضا لتعليمه إلهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة نعم السؤال الثاني يقول اعرب ما تحته خط اعرابا تاما الكلمة الأولى نجحت نجحت دلت على الزمن الماضي إذن هي فاعل ماض مبني على السكون لماذا؟ لاتصاله بالتاء الرفع المتحركة والتاء أو تاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كذلك الكلمة الثانية أن تكتفي أن مصدرية ناصبة أو حرف ناصب تكتفي فاعل مضارع منصوب بأنواء علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي أن تكتفي هي عائدة لأمي كذلك لتعليمه اللام هنا اتصلت في الاسم لتعليمه تعليم هنا اسم أو مصدر لكن ليست فاعل اللام للتعليم اللام هي اللام اللام حرف جر وتعليم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة والها ضمير متصل مبني على الكسر في محال جر بالإضافة أو جر مضاف إلي ننتقل إلى السؤال الآخر يقول فرق بين التاءات التي تحتها خط في ميتي أي جاء التاء أكثر من تاء موجودة في الأمزل نبين هذه لما جاءت وهذه لما جاء فقالت هنا التاء هل هي تاء المتحركة أم أنها تاء التأنيث الساكنة هنا نقول فقالت إن هي تاء التأنيث الساكنة وأيضا فقالت إن الله معي ولو أني أصبحت انظر هنا التاء أيضا هي تاء الفاعل المتحركة أخدم لكن دلت على ماذا دلت على المتكلم أخدم في سبيل تعليم ولدي ما ترددت أيضا ترددت هنا تاء فاعل المتحركة للمتكلم تاء الفاعل المتحركة كما أصبحت وترددت وقال وقال الشعر هل فرشت العشبة ليلا وتلحفت الفضاء هنا التاء هنا أيضا تاء الرفا المتحركة أو تاء الفاعل المتحركة تاء الفاعل المتحركة لكن دلت على ماذا دلت على المخاطب هل فرشته لكن هل المخاطب هذا مذكر أم مؤنت نعم دلت على المذكر أيضا كم كتابا قرأتي الآن أيضا التاء هذه دلت على المخاطب لكن قرأتي هنا دلت على المخاطب المؤنث كم كتابا قرأتي في هذا الصيف يا غنى ننتقل أيها الأحباب إلى الكتابة الكتابة يقصد بها كتابة الموضوع أو المقالة أو القصة أكتب في واحد من الموضوعين الآتين مقالة تعبر فيها عن محبتك واحترامك لوالدي تشكرهما فيها على ما يقدمانه لك أيضا الثاني قصة أم كافحة ذللت ما اعترضها من عقبات ذللت أي سهلت من عقبات وتخطط الصعاب وصبرت على المكاره في سبيل تربية أبنائها وتعليمها ننتقل أيها الأحباب إلى عناصر المقال لابد الموضوع أو المقالة ينتقل من ثلاث أمور الأمر الأول ثلاثة أمور الأمر الأول هي المقدمة يقول في المقدمة هنا مدخل ووسيلة لسحب القارئ إلى جسد المقال كان مثلا تتكلم عن الأم أن تتحدث باختصار عن الأم تعريف الأم مكانة الأم حنان الأم في موضوع سطر أو سطرين المحتوى تخدم في هذا الموضوع وسمى ذلك أيضا محتوى أو العرض تخدم في ذلك موضوعك وتسرد القصة أو الموضوع الذي تتحدث عنه ويزيد من تقوية الموضوع أو المقالة عندما تضع فيها شاهدا كالآية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أو أبيات شعر أو مقولة تعلم مشهور طبعا والخاتمة هنا يقول قفلة الموضوع أو تسكير الموضوع كما يسمى أو المكان الذي يدرك فيه القارئ أنه وصل إلى النهاية ثم إن أردت أن تضع موقفك الشخصي ورأيك في هذا الموضوع أنت كطالب تضعه إلى هنا أيها الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته